السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان كده اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا تزر الجرس وتنتظروا بشغف الحلقة اسبوعيا كل يوم 4 ساعة 44 دقيقة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ويلا ناخدكم في رحلة جديدة الى عالم القهوة تحتوي هذه العلبة على 12 كبسولة واللي تعطي 30 ملي في كل كبسولة درجة التحميس وسط والصناعة ايطالية وهذا النوع من اكتر الانواع اللي حبيتها لان طعم القهوة فيه موزون وتقدر تسوي فيه عدة انواع من المشروبات موكا كابتشينو لاتي وهل ما جره شركة فيرجي نانو عندها عدة نكهات كورتادو عندهم منزوع الكافيين ونابولي انتنسو وهذا هو الكريموزو كريموزو وتعني كريمي او الكثيف او الكريمة الكثيفة بالايطالي يقول لجوك ايطالي ها ايطاليانو حليب البونتي وهو غليض وكثيف وتقدر تخففه بالحليب العادي تخلطه معه او حتى تقدر تسوي بهذا الطريقة تقدر تسوي مشروب بارد وتقدر تسوي مشروب حار بنفس هذا الحليب وطعمه لذيذ جدا وموزون ما تحتاجي لإضافة السكر ويعطيك نكهة الجوز الهند بطريقة حلوة مع الشوكلت بالنسبة لهذا الكيس الهوت شوكلت هو عبارة عن باودر وتقدر تضيف لماء ساخن او حليب وتسوي بهوت شوكلت لذيذ وممتاز ولكن انا اكثر شي الباودر احب ان انا سوي حق احطه في المرش واسويه في الكابتشينو او في الانواع الثانية نضيف 130 ملي من خليب البونتي الى الارتشين تري اللي سويت لها مراجعة كاملة تلقوها في القناة او في الوصف بعدها نشغلها على الحار بضغطة واحدة واتخذ في العادة دقيقة تقريبا ولين ما يجهز الحليب ناخد شط اسبرسو نحط الكابسولة ونضبط الالة على المستوى الثاني او حسب الرغبة من اهم التوصيات اللي دايما نوصف فيها هي ازالة الكابسولة بعد الاستخدام مباشرة صار الحليب جاهز نضيفه على الاسبرسو الخطوة الاخيرة نضيف رشة بودرة البونتي لتعزيز النكهة اذا حبينا اما الان مع فقرة التدوق وبسم الله نجرب طعم حقيقي مرورة القهوة مع نكهة جوز الهند والرغوة الكثيفة هذه الخلطة من اكثر الخلطات اللي عجبت الاهل والاصدقاء واش رايكم بهالكابسولات شاركونا اراكم في خانة التعليقات ولا تترددوا ابدا بطلب المساعدة يسعدني ويشرفني خدمة الجميع دائما لا تنسوني من صالح الدعاود عموني بالاشتراك واللايك وعلى نواعد كل يوم 4 ساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامج كابسولة وكلام نقولة في امان الله